4-4-2 البريطانية مجالة 4-4-2 طبعاً الشهيرة جداً حطت أو اختارت عشر أسماء يتصدرهم طبعاً اسم النجم المصري محمد صلاح كأفضل اللعبين في القارة الإفريقية طبعاً المنافسة كانت بين صلاح وساد يوماني نجم البيرن اللي انتقل حديثاً ويمكن احنا معنا لقطات قبل ما نتكلم على القائمة خليني عرضها لحضراتكم أنا كلمتوكم طبعاً الأيام الأخيرة على قصة انتقال وتفاصيل مفعوضات بين البيرن وبين ليفربول لإنهاء صفقة ساد يوماني لكن هنا زي ما حضرتكم شايفين ده الإعلان الرسمي عن الصفقة في حضور طبعاً نجم حرص المرمى في ألمانيا وبير ميونيخ أوليفر كان وطبعاً ده حسن صالح حاميديتش مدير التعقوضات في البيرن ميونيخ وده ساد يوماني اللي وقع بالفعل البيرن وخد التيشوت بتاعته لغاية عشرين خمسة وعشرين عشان يكون أهم الصفقات البفاري في الموسم الجديد طبعاً كان في وداع كبير جداً من دارة ليفربول وصفحات ليفربول على السوشيال ميديا الواحد من أبرز نجوم الليفر في السنوات الأخيرة نجم الكرة السنغالية نرجع مرة تانية لتصنيف النجوم حسب الترتيب اللي أعلنته مجلة فور فور تو البريطانية أفضل عشر نجوم في قارة إفريقيا في عام عشرين اتنين وعشرين كان الحقيقة الصراع قائم على الصدارة بين مانيه وبين نجم مصر طبعاً محمد صلاح لكن صلاح حسم الصدارة بعد ما قدم واحد من أفضل مواسم له حتى إن لم ينجح في تحقيق ألقاب كبيرة مع الليفر أو مع منتخب مصر لكن صلاح قدر الحقيقة بأداء استثنائي أنه يحسم اللقب أو يحسم اللقب الأفضل على مستوى قارة إفريقيا صلاح في المركز الأول وفي سادي ومانيه نجم السنغال ونقول بقى بقى ميونيك خلاص قصة ليفربول انتهت في المركز الثاني كاليدو كوليبالي نجم السنغال ومدفع نابولي في المركز الثالث نجم الجزائر رياض محرز نجم منشستر سيتي في المركز الرابع أشرف حكيمي باريش سان جرمان في المركز الخامس نجم المغرب طبعاً أدوارد مندي السنغالي نجم تشلسي أو حارس مارما تشلسي في المركز السادس فرانكيسي المنطقل من الميلان لباشلونة في المركز السابع سباستين هالر نجم كوديفور وآيكس الهولندي في المركز الثامن فيكتور عسومين نجم ناجيريا ونابولي في المركز التاسع وأخيراً ويلفريد زاها نجم كوديفور وكريستل بالس في المركز العشر دي كانت ترتيب فور فورتول للعشرة الأفضل في الموسم الحالي أو في السنة الحالية وهالر الحقيقة فيه يمكن كلام كتير جداً عن نجاح صفقة انتقاله من آيكس لبروسيا دورتموند السنة الجاية يكون في البونزليجا قلتلكم أنه هالر وآنتوني من النجوم المرشحة جداً في صفوف آيكس الانتقال لأكبر الأندية الحقيقة في أوروبا فاصل ونستقبل ترجمة نانسي قنقر